طميروا بأنبوا واجعوا زي ما بنقول قال له لابد أن تتوب وأن ترجع إلى الله لأن الله قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بالجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك يتوب الله عليهم فالله سبحانه وتعالى القاعدة من تاب تاب الله عليهم مهما فعل الإنسان مهما فعل الإنسان إلا إذا كانت يعني الأمور خاصة بالبشر ظلمت إنسان خدت فلس إنسان خدت حقه خدت مراثه ظلمته في البيت ظلمته في الغيط ظلمته في هو جاري خدت عربيته إلى غير ذلك لابد أن نرجع هذه الأمور لأن حقوق العباد مبنية على المشححة وحقوق رب العباد مبنية على المسامحة القاعدة من تاب تاب الله عليه من القرآن عندنا في صورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي كل هذه الآثام أو هذه الكبار ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيبا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تابا ولذلك حبيبنا يقول فيما أخرجه العلامة الترميذي من رواية سيدنا أنس أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أنس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو كانت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة يا الله يا سيدي يا رسول الله ما هذا العطاء الإلهي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي حقيقة يعني الذنوب لو بلغت عنان السماء لكن التوبة والندم إن انت قصرت في حق الله وفي جنب الله أنت كل نفس يا حصرة على ما قصرت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين فهذه النفس إن عادت وتابت وأنابت ورجعت إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يغفر له يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ما هذا العطاء الإلهي ولذلك أقول كصة عظيمة أي إنسان أصرف في الذنوب والآثام والمعاصي الله سبحانه وتعالى رحيم وغفور الرحيم ولكن الله من أقبل عليه أقبل عليه ومن أعرض عنه انظر فتح له منافذ العود إليه يا رب أنت أمرتني ونهيتني وأريتني طرق الضلالة والهدى وعلمت أني لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو سدى فاقبل بفضلك توبتي مخلصة واصفح فإني قد بسطت لك اليد يا ربي أنا العبد المكر بكل ذنب وأنت السيد المولى وإنepention ترجمة نانسي قنقر